السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معي في نونة هاند ميدي يارب تكونوا بخير إن شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض شغل الخارس بتاعنا هنعمل فانوس بشكل مختلف ومميز وبإذن الله يعجبكم وتنفزوا النموذج اللي إحنا نعمله مع بعض النهاردة بتمنى لو بتشوفوا القناة لأول مرة ناخد جولة في القناة وبإذن الله المحتوي نال إعجابكم وتعملوا اشتراك وتفعلوا مفتاح الجرس علشان يوصل لكم كل جديد باختصار علشان ما نطولش عليكم الفيديو الفانوس اللي إحنا هنعمله دوت هيكون مختلف شوية لإنه هيكون بيحتوي على زي ما إحنا شايفين أكتر من دور كده من الكرانيش هنعمله على جزئين كده يعني هنشتغل القاعدة الوحدها وبعدين هنشتغل الجزء اللي فوق هنشرح التفاصيل كلها مع بعض بس حاب أوريكم الشكل أنا هعمله بلون مختلف بحيس يبقى واضح أكتر في التصوير ده شكل الفانوس وكمان معه وحدة الإضاءة والصوت بتاعته أنا هشتغل بخرز مدور مقاس عشرة هشتغل بلونين هحتاج طبعا ليه المقص وهحتاج لي وحدة الإضاءة ووحدة الصوت مع بعض وهحتاج لي الخيط مقاس ستين لو أنت الفتحة الخرز عندك أكبر شوية ممكن تستخدمي خيط سبعين الفتحة بتاعت الخرز عندي شوية دايقة فهكتفي بخيط ستين وهحتاج خيط مقاس خمسين علشان الجزء اللي هو بتاع الكورنيش اللي بره بحيس أقدر أمر في الخرز أكتر من مرة يلا بنا نبتدي مع بعض ونشوف هنشتغل إزاي هناخد كده جزء من الخيط في الأول هناخد كده جزء من الخيط وهنبتدي بواحدة سلسية أو بغرزة سلسية واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة ست خرزات هبتدي بست خرزات هنجيبهم في منتصف الخيط بالشكل ده ست خرزات نين أربعة ستة وبعدين بنرجع في آخر خرزة إحنا دخلناها ونسحب الطرف الثاني من الخيط ونعمل العودة وبكده نكون عملنا غرزة سدسية دي أول غرزة معايا وهنبتدي نشتغل الجزء بتاع القعدة اللي تحت الست خرزات اللي احنا اشتغلناهم دول هنعمل عليهم سطر خماسي على واحد معايا خرزة طبعا أصلية هلخيط طالع من خرزة يبقى هنضيف أربع خرزة يبقى أول مرة في الغرزة الخماسي بنحط أربع خرزات بداية السطر أربع خرزات الغرزة رقم أربعة دي هرجع فيها وأسحب أعمل حلقة ومن داخل الحلقة أسحب الطرف الثاني وأعمل خماسي على واحد خماسي على واحد بالشكل ده خماسي على واحد الطرف اللي الفوق ده هندخل فيه الخرز والطرف اللي التحت هندخله فيه الخرزة اللي عليها الدور في الجنب هنا من الست خرزات اللي احنا بدأنا بيهم كده أصبح معايا واحد اتنين واحدة باللون الأخضر دي واحدة باللون الأبيض الخرز الخيط اللي الفوق هضيف فيه تلات خرزات علشان اكمل الخماسي خماسي على واحد هرجع في تالت خرزة انا دخلتها واسحب الطرف التاني من الخيل ويعمل لي الحلقة وبعدين نعمل عقدة وندخلها جوة الخرزة اللي احنا بنشتغل عليها اللي هي دي تمام يبقى كده خماسي على واحد انا هبتدي كل مرة اضيف تلات خرزات علشان اكمل الخماسي واخر غرزة هوصلها هضيف خرزتين اتنين بس لان بيكون معي واحدة النحيا دي والخرزة الاصلية واضيف كمان اتنين يبقى كده خماسي على واحد دلوقتي انا خلصت اول سطر معي اللي هو كان خماسي على واحد زي ما اتفقنا احنا بنشتغل فيه قاعدة الفانوز دلوقتي هعمل للوقتي سطر رباعي على واحد معي خرزة طبعا اللي هي باللون الاغدر دي هنضيف عليها تلات خرزات هنضيف تلات خرزات واحد اتنين تلاتة وهنرجع في تالة واحدة ونسحب الطرف التاني من الخيط ونعمل غرزة رباعي شايفين هتحسوا ان هي دخلة كده الجوه اهي طبعا لان الغرزة في الاصل سوداسية فهتديني الشكل المضلع شوية وبعدين هنمر فيه بالخيط اللي تحت ده في الخرزة اللي عليها الدور في الجم وبعدين نضيف برضو خرزتين باول مرة ضيفنا تلات خرزات علشان نعمل رباعي تاني مرة هنضيف خرزتين هنضيف خرزتين اتنين بس والكل مرة بعد كده بنضيف خرزتين اتنين وتوزعي الالوان بالطريقة يعني المتاحة عندك والمناسبة ليكي تمام؟ نفيش مشكلة في توزيع الالوان بالشكل ده حطيت اخدر وحطيت الابيض همر دلوقتي في الخرزة اللي بعدها بالطرف الخيط اللي التحت وطرف الخيط اللي الفوق هندخل فيه خرزتين اتنين لنهاية الدور كل مرة بنحط خرزتين مع ده اخر خرزة خالص بنحط فيها خرزة واحدة بس علشان نكمل الرباعي هرتفع برباعي على واحد سطرين سطرين رباعي على واحد عملت سطرين رباعي على واحد واقف فاداني النتيجة دي رباعي على واحد تمام؟ بالشكل ده كده دلوقتي انا هرتفع او مش هرتفع بقى يعني انا هعمل سطر سباعي على اتنين علشان يديني اتساع للدور عندي هنا فانا هاخد الطرف كده دوت شايفين الخرزة اللي في النص دي في جنبها خرزة اهي هدخل كده الخرزة فيها بالشكل ده كده علشان اخد الخرزتين دول مع بعض الخرزتين للدخلة الجوه دي والخرزة الاصلية يبقى الاتنين دول تحتيهم واحدة ابيض اهي هاخدهم كده مع بعض بالشكل ده هاخد بس طرف الخيط الاطول اشتغل عليه دلوقتي انا هعمل سباعي على اتنين يعني انا معايا خرزتين اهم محتاجة ازود عليهم خمس خرزات خمس خرزات اول غرزة في السطر هنحط فيها خمس خرزات يبقى انا هحط اه ابيض وبعدين اتنين تلاتة اربعة وهقفل بالابيض رقم خمسة يبقى انا كده حطيت خمس خرزات هرجع فيه رقم خمسة وبعدين اسحب الطرف التاني من الخيط من جوا الحلقة اللي انا كونتها علشان تعمل لي العقدة بالشكل ده تمام بدي اول غرزة سباعي على اتنين شد كويس ونحكم العقدة بتاعتنا الطرف اللي تحت اللي هنا هدخله فيه الخرزتين اللي جنب بعض اول خرزتين هيقبلوني ادي واحدة وادي كمان واحدة جنبها بالشكل ده كده ندخلهم جنب بعض هندخل الطرف الخيط في الخرزتين دول اهو بالشكل ده الخيط اللي الفوق ده محتاجة كامل مرة دي محتاجة اربع خرزات واحد اتنين تلاتة بانا المرة دي محتاجة اربعة فهحط الترتيب بتاعي وطبعا هو مش قاعدة هحط واحد اتنين تلاتة والربعة هتكون باللون المختلف اللي هو اللون الابيض هرجع فيها تاني واسحب الطرف التاني من الخيط هيعمل لي حلقة ومن داخل الحلقة بعمل العودة تأكد ان العودة انا دخلتها جوه الخرزة اللي بشتغل عليها اللي هي دي هستمر بنفس التسلسل هدخل كده طرف الخيط اللي التحت طرف الخيط اللي التحت في الخرزتين اللي جنب بعض دول بالشكل ده ادي خرزة وادي الخرزة اللي جنبها الاتنين اللي جنب بعض وطبعا هم تحتهم خرزة بالشكل ده كده كده اصبح كام واحد اتنين تلاتة هضيف عليهم اربع خرزة انا كل مرة هضيف اربعة والمرة الاخيرة هضيف تلاتة علشان يكون سباعي على اتنين خلصت سطر سباعي على اتنين اللي هو تحت ده سطر سباعي على اتنين دلوقتي الخيط طالع من طرفين الخيط طالعين من الخرزة دي انا هدخله في الخرزة اللي جنبها علشان اخد الخرزتين اللي مع بعض انا لسه مستمرة في الجزء بتاع قاعدة الفانوس دخلت الخيط بتاعي الطرف التاني في خرزة الخرزة اللي في الجنب على طول يبقى انا هاخد الخرزتين اللي مع بعض وتحتيهم واحدة وابتدي اشتغل برضو تاني سباعي على اتنين يبقى هاخد كده خرزتين مع بعض وحط عليهم خمس خرزات اتنين ثلاثة اربعة خمسة خمس خرزات بالشكل ده رقم خمسة اللي هي الاخيرة هارجع فيها واسحب الطرف التاني من الخيط من داخل الحلقة علشان اعمل عقدة هي هتعمل لي اتساع اكتر للقاعدة من تحت تمام بالشكل ده سباعي على اتنين في خرزة لوحدها انا قلت ان احنا اخدنا الخرزتين اللي مع بعض دلوقتي في خرزة لوحدها فردي هنا اهيه ما هياش جنبها حاجة وتحتها فراغ هبتدي امر فيها بالخيط اللي التحت بالشكل ده كده يبقى انا دلوقتي اصبح معي كم خرزة واحد لوحدها اهيه ووحدة في الجنب اللي هي الابيض هكملهم خمسة واعمل خماسي على واحد خماسي على واحد يبقى الطرف اللي الفوق ده هنحط المرة دي فيه كام هنحط فيه تلات خرزات تالت خرزة ادخلتها هي اللي هرجع فيها واعمل الحلقة بتاعتي بالشكل ده واسحب الطرف التاني واعمل عقدة يبقى صطر دوت كده زي ما احنا Mmm لنهاية الدور المرة دي هيكون سباعي على اثنين معايا كم خرزة معايا 3 خرزات واحدة في الجنب واثنين في القعدة اهيه يبقى أنا هحط المرة دي أربع خارزات علشان أكمل سباعي على تنين الخارزة اللي بعديها الوحدها دي هاخدها الوحدها تكون خماسي على واحد سباعي على تنين وخماسي على واحد بكده نكون خلصنا القاعدة بتاعت الفانوس من تحت بترتيب الأسطر زي ما شرحنا في الأول آخر سطر كان سباعي على تنين وخماسي على واحد فهداني الشكل الاتساع اللي تحت ده ده كده قاعدة الفانوس هنبتدي نرتفع بقى بالجزء اللي فوق بتاع الفانوس من فوق زي ما احنا شايفين في الفانوس البان بدأ انا اتعمدت اغير اللون علشان يكون واضح في التصوير هنيجي عند الست خرزات اللي احنا بدأنا بيهم الستة اللي فوق دول اللي انا ابتديت بيهم الشغل بتاعي وهدخل في اي خرزة فيهم ولذلك انا استخدمت خيط يكون مش سميك قوي بحيث اعرف اتحرك براحتي في قسط الخرز فهدخل الخيط بتاعي خيط جديد في خرزة من الست خرزات دول بسطر خماسي على واحد خماسي على واحد انا معي خرزة واحدة يبقى انا المرة دي هضيف اربع خرزات يبقى بداية السطر هنضيف اربع خرزات اربع خرزات هنروح لرابع واحدة وهنرجع فيها طبعا احنا بنخلي بنوسطا كده الخيط ونخليه في نص الشغل بالزبط ونسحب الطرف التاني ونعمل سطر خماسي على واحد خماسي على واحد يبقى السطر ده كله هيمشي معي خماسي على واحد اهو اول مرة حطيت اربع خرزات المرة اللي بعدها انا بشتغل على الست خرزات اللي في النص اللي انا بدأت بيهم في الشغل خالص المرة دي كانوا اربع خرزات كل مرة هحط تلات خرزات الغرزة الاخيرة هحط خرزتين علشان اعمل خماسي على واحد خلصت سطر خماسي على واحد في الفنوس من فوق ودي كان اول سطر معي اهو خماسي على واحد دلوقتي السطر اللي عليه الدور هاخد الخرزتين اللي جنب بعض اهمت وتحتيهم خرزة كل خرزتين كده جنب بعض هنلاقيهم مع بعض وتحتيهم خرزة هنعمل سباعي على اتنين معايا خرزتين يبقى انا هضيف خمس خرزات حطيت خمس خرزات هرجع في الخرزة الخمسة واعمل العقدة وابتدي ادخلها جوه الخرزة اللي احنا وقفين عندها كده سباعي على اتنين سباعي على اتنين هروح للخرزتين اللي جنبها بترف الخيط اللي التحت وادخل الخيط في الخرزتين اللي جنب بعض خرزتين دايما بيكون تحتيهم واحدة بالشكل ده تمام هروح ااخد بقى الخيط اللي الفوق والمرة دي هنحط اربعة واحد اتنين تلاتة يبقى انا محتاجة اربع خرزات توزيعك للالوان برضو برحتك يبقى انا هحط اربع خرزات هاخد تلاتة من اللون الغامق واحد اتنين تلاتة وهقفل بخرزة لونها فاتح وهرجع فيها بالشكل ده اكون حلقة اسحب الطرف التاني من الخيط واعمل العقدة هيعمل لي سطر سباعي على اتنين كل مرة هاخد خرزتين كده مع بعض في السطر من عندي ومعهم واحدة في الجنب اهي يبقى انا كل مرة هحط اربع خرزات معادي اخر غرزة هحط تلات خرزات ليه? لان بيكون معايا واحدة في الجنب التاني بتكمل لي الغرزة يبقى كل مرة سباعي على اتنين كده نهيت سطر سباعي على اتنين سطر سباعي على اتنين اهو هبتدي السطر اللي بعدي هيكون سداسي على اتنين هاخد طرف الخيط ادخله في الخرزة اللي في الجنب علشان اخد الخرزتين اللي تحتيهم خرزة خرزتين مع بعض وتحتيهم خرزة عندي خرزتين اهو طالعين مع بعض جنب بعض وتحتيهم خرزة هناخد الخرزتين دول وهنعمل سداسي على اتنين هنعمل سداسي على اتنين يبقى انا معي خرزتين هنحط اربع واحدة ابيض اتنين غامق يبقى كده تلاتة وواحدة فاتح تاني اها يبقى كده اربع يبقى هبتدي السطر باربع خرزات علشان اعمل سداسي على اتنين سداسي على اتنين بالشكل ده طيب الخرزة اللي لوحدها هتكون خماسي على واحد خماسي على واحد فانا هاخد الطرف اللي التحت واروح احط ادخل الخيط فيها الشكل ده في الخرزة دي اهو معايا دلوقتي خرزتين هنحط ثلاث خرزات هنحط كم خرزة هناخد ثلاث خرزات واحد اتنين وهاخد واحدة من اللون الفاتح يبقى ثلاثة يبقى سداسي على اتنين وخماسي على واحد سداسي على اتنين وخماسي على واحد شد كويس العقدة هيقبل دلوقتي الخرزتين اللي جنبه بعضه تحتيهم خرزة هنخليهم سداسي على اتنين والخرزة اللي الوحدة خماسي على واحد سداسي على اتنين خماسي على واحد معايا تلاث خرزات يبقى انا هنحط تلاث خرزات علشان اكمل السداسي على اتنين زي ما احنا شايفين كنا عاملين سطر سداسي على اتنين وخماسي على واحد السطر اللي جاي كل خرزتين جنب بعض هناخدهم مع بعض هروح كده اخد الخرزة انا طبعا وقفة عند الخرزة دي هاخد الخرزة اللي هم تحتيهم خرزة اتنين مع بعض بالشكل ده وهعمل سطر سداسي على اتنين سداسي على اتنين معي خرزتين يبقى انا هحط اربعة واحد لين تلاتة اربعة رابع خرزة انا دخلتها هرجع فيها تاني هتعمل الحلقة ومن داخل الحلقة دي اسحب الطرف التاني من الخيط هيعمل لي العقدة واعمل سداسي على اتنين يبقى السطر بدأ معي باربع خرزة سداسي على اتنين طبعا هيعمل لي استقامة شوية للفانوس هاخد الخرزتين اللي عليهم الدور جنب بعض وتحتيهم خرزة وادخل فيهم كده الطرف الخيط اللي التحت بالشكل ده هيكون معي واحد اتنين تلاتة تلات خرزات يبقى انا المرة دي هحط تلات خرزات هحط تلات خرزات طبعا وزعي الالوان زي ما انتي عايزة اتنين تلاتة اول مرة حطيت اربعة تاني مرة هنحط تلاتة ونرجع في تالة واحدة ونسحب الطرف التاني من الخيط من داخل الحلقة هيعمل لي عقدة وبالشكل ده نكون عملنا سداسي على اتنين سداسي على اتنين كل مرة هندخل هنا في الخرزتين اللي جنب بعض وتحتيهم واحدة ونضيف تلات خرزات لنهاية الدور لوقت ما نوصل للاخر طبعا بيكون معي خرزة في الجنب يبقى انا المرة الاخيرة دي هضيف مش تلات خرزات هضيف خرزتين اتنين بس هرتفع تلات اسطور سداسي على اتنين ثلات اسطور سداسي على اتنين خلصت تلات اسطور من الغرزة السداسية عملت سداسي على اتنين تلات اسطور وربعض وبعدين دلوقتي هعمل سطر خماسي على اتنين هاخد كده كل خرستين. جنب بعض وتحتيهم خرزة. خرستين. وتحتيهم الخرزة البيضة دي. وبعدين هنزود تلات خرزات. هنزود تلات خرزات. طبعا خماسي على اتنين هيقفل لي الشغل بتاعنا شوية. تلاتة. انا اول غرزة معايا في السطر. بضيف تلات خرزات علشان اكمل الغرزة الخماسي. خماسي على اتنين. ده شكلها. هتقفل لي الدوران اللي فوق ده. خماسي على اتنين. تمام? هروح بالخيط اللي التحت. وامر فيه في الخرستين اللي جنبه بعض. وتحتيهم خرزة. اللي عاملين لي حرف في ولا حرف واي. حسب ما انت شايفاه. اهو. خرستين وتحتيهم واحدة. وفيه خرزة في الجنب. يبقى المرة دي هضيف خرستين اتنين بس. ولنهاية الدور كل مرة بضيف خرستين. ما عادة اخر خرزة. اخر غرزة في السطر معايا. هنضيف خرزة واحدة بس. المهم ان مجموع الغرزة عندي يكون خماسي على اتنين. السطر اللي عليه الدور هيكون رباعي على واحد. يعني هنضيف اول مرة تلات خرزات مع بعض. تلات خرزات. باول الدور بنضيف تلاتة. في السطر الرباع. هيكون رباعي واقف بالشكل ده. سطر رباعي على واحد. بمرر الخيط في الطرف اللي التحت ده بمرره في الخرزة اللي جنبها. بالشكل ده. هيكون معي خرستين واحدة ابيض واحدة باللون الغامد لون الاخدر ده. هنضيف المرة دي خرستين. يبقى المرة دي هنحط خرستين اتنين بس. كل مرة هنضيف بعد كده خرستين معا على اخر مرة هنضيف خرزة واحدة بس عشان نكمل رباعي على واحد واقف بالشكل ده. اخر سطر هنوصل له دلوقتي بعد ما وصلنا للرباع على واحد هيكون خماسي على اتنين. معا خرستين يبقى هنحط تلات خرزات ودي هتكون بداية السطر. تلات خرزات. تالت واحدة هنرجع فيها. ونسحب. العقدة بتاعتنا وندخلها جوه الخرزة دي. انا هاخد كل خرستين كده جنب بعض. هوا ندخل في الخرستين اللي تحتيهم خرزة. كل اتنين جنب بعض هناخدهم كده مع بعض. اول مرة تلاتة. تاني مرة هنحط خرستين اتنين بس. بدا واحد. واحدة باللون التاني. ونرجع في تاني واحدة. ونعمل العقدة. خماسي على اتنين. ودي هيكون اخر سطر معانا في جسم الفانوس من فوق. الجزء اللي الفوق. خماسي على اتنين. كل مرة نحط خرستين. معا ده اخر مرة بنحط خرزة واحدة بس. اخر سطر انا كنت وصلت له كان خماسي على اتنين. وده افلي الفانوس من فوق خلاص. ديق للمكان اللي فوق ده. وبنفس الخيط ضفتي فيه اه تسع خرزات علشان اعمل اليد. ووصلتهم بخرزة من الناحية التانية من الست خرزات اللي فوق. ومشيت الخيط الباقي ما بين الخرزة علشان اتخلص منه وبكده اكون خلصت الجزء اللي فوق. اخر جزئية معايا دلوقتي انه انا هاخد كده السطر. شايفين انا عاملة تلت سطور سداسي. التلت سطور السداسي دول. هناخد السطر السداسي من فوق اول واحد من فوق. وهدخل الخيط في اي خرزة منهم. انا هستخدم الخيط خمسين مش ستين. وممكن ستين برضو بس احتياطي هناخد الخيط خمسين لشان نعرف نتحرك ما بين الخرز براحتنا. وهندخل كده في اي خرزة من الخرز اللي في السطر من فوق. بعدين نوستانه كده. فوق العودة دي. وهعمل سطر خماسي على واحد. اللي هو هيطيني شكل الكبير. هنضيف اربع خرزات. هنضيف اربع خرزات. هنضيف اربع خرزات. علشان نعمل خماسي على واحد. اول سطر هنضيف اربعة. وبعد كده هنضيف تلاتة. نعمل الحلقة. ونسحب من داخل الخرزة من داخل الحلقة. اللي ترفق التاني من الخيط علشان نعمل خماسي على واحد. انا استخدمت خيط خمسين علشان يكون الحركة سهلة معي. تمام? احنا اتفقنا هناخد السطر اللي فوق. السطر السداسي اللي هو الفوق ده. انا اخدت الخرزة دي. همر كده بقي الخرزة اللي جنبها. بالخيط اللي التحت. بالشكل ده. خرزتين اتنين. هنضيف خرزت. هنضيف تلات خرزات. مش اتنين. هنضيف تلاتة. يبقى انا اول مرة ضفت اه اربعة. تاني مرة هنضيف تلاتة. علشان نكمل خماسي على واحد. هسحب من داخل الحلقة. الطرف التاني من الخيط. هيعمل لي خماسي على واحد. اهو. عشان يديني شكل الكورنيش اللي انا عامله في الفانوس اللي هو البامبة ده. بالشكل ده. وافضل ماشية كده في الخرز دوت كده بشكل دائري على طول. السطر اللي هو بالاخضر اللي فوق ده كده. همشي كده فيه. الدوران اللي فوق ده. نعمل خماسي على واحد. خلصت اول سطر معايا من الكورنيش وده كان بداية السطر السداسي اللي فوق. آآ. تاني سطر السداسي اللي هو ده. ده انا هتخطاه مش هشتغل عليه. وهنزل على السطر التالت ده من فوق كده. تمام? هو ده اللي انا هشتغل عليه. يبقى ده اول سطر اشتغلته هفوت الاخضر ده. وهاخد تالت سطر معايا من فوق كده. وابتدي ادخل الخيط في اي خرزة. وهنعمل برضو خماسي. يعني هنضيف يعني هنضيف اربع خرزات. اول السطر بنضيف اربع خرزات. واحد. اتنين تلاتة اربع. يبقى اول كرزة بتكون اربع خرزات. وبعد كده بنضيف كل مرة تلات خرزات. يبقى كده خماسي على واحد. ندخل العقدة جوه الخرزة. تمام? يبقى انا اشتغلت على الخرزة دي. هدخل الخيط في الخرزة اللي جنبها. هدخل الخيط ده. نحاول نلاقي مكان كده نعد منه. لان طبعا الخرز خلاص ثابت في مكانه. المرة دي هنحط تلات خرزات. مش اربعة. هنحط اتنين. وقادي التالتة اللي بنقفل بيها. ونرجع فيها في تالت واحدة. ونسحب الطرف التاني هنلاقيه بدأ يعمل لنا خماسي على واحد. احاول اوضح لكم اكتر. خماسي على واحد. وهيمشي معي السطر. كل خرزة من اللون الاخضر دول همر فيها كده. وامشي خماسي على واحد. كل مرة تلات خرزات. لغاية ملفه اوصل للاخر. هيكونوا خرزتين اتنين بس. علشان اكمل الخماسي. تمام? السطر اللي بعديه برضو علشان وقت الفيديو. هفوت الاخضر ده. اللي هو كان سداسي. اللي هو كان سباعي وخماسي. سباعي على اتنين وخماسي على واحد. وانزل للسطر اللي هو كان سباعي. السطر السباعي ده اللي هو اخضر تحت ده. ده اللي انا هشتغل عليه برضو. الايه? الكورنيش بتاعنا. خلصت الفانوس بتاعي. كده كملته باقي بس اركب وحدة الصوت. هو نفس النسخة دي بالزبع. بس هو اللون الغامق واضح اكتر. تمام? دلوقتي انا كنت عملت في الكورنيش في بداية السطر السداسي اللي فوق. وبعدين فوتت سطر ورجعت نزلت على السطر اللي بعدين عملت كورنيش تاني. فوتت سطر ورجعت نزلت على السطر اللي هو كان سباعي على اتنين. وعملت سطر كورنيش كمان. وكان اخر سطر معايا فيه الكورنيش اللي هو الجزء اللي تحت. اللي هو بداية السطر السطرين الرباعي اللي هما في القعدة. عملت عليه من فوق. آآ خماسي برضو على واحد. الاسطر دي كلها خماسي على واحد. وزن الفانوس تلتمية جرام بالزبط. تلتمية جرام بالزبط. دلوقتي باقي عندي الفتحة اللي انا عملاها آآ هندخل من خلالها واحدة الصوت. وطبعا انا لما عملت الفانوس البنبة لقيت ان واحدة الصوت مناسبة جدا. المكان ده مناسب جدا بس. يعني ايه? نطول بالنا كده واحنا بندخلها وهتثبت معانا بمنتهى البساطة. اهي. هنوصل بس هندخل السلكين بتوع اللمبتين دولة لجوه. وخلاص. ده شكل الفانوس بتاعنا. تلتمية جرام. خرز مقاس عشرة. الخيط مقاس ستين. والكرنيج بمقاس خمسين. اشكركم جدا للمتابعة. لو بتشوفوا القناة لأول مرة اتمنى نشترككم فعلا مفتاح الجرس. ما تنسونيش من صالح دعاكم. كل سنة انتم طيبين. بحبكم في الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.